فيزيائيون يشئون ثقبا دوديا تلاثي الأبعاد باستخدام الكمبيوتر على الكومومي يعتمد هذا على عمل من فارق علماء الفيزياء بقيادة ماريس بيلوبورو من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا فهل فعلنا للتو أول ثقب دودي؟ وماذا أظهر لنا هذا العمل في الواقع؟ وكيف تم ذلك بالضبط؟ وماذا يعني بالنسبة لمستقبل البشر أن يكونوا قادرين على استياج مسافات شاسعة في الكون؟ بشكل فوري تقريبا من خلال الثقب دوديا فهذا بالضبط ما سنتعرف عليه عزيزي المشاهد عزيزي المشاهد كيف حالك؟ أتمنى أن تكون في صحة جيدة فإذا كنت أول مرة تشاهد حلقاتنا دعني أعرفك بمحتوى القناة فهو ببساطة محتوى علمي نبحث ونكتب ونلخص ونبسط لك المواضيع العلمية ولكلا أطل عنك لنبدأ ميكانيك الكام التي هي فيزياء صغيرة جدا ابتكرها العلماء بما في ذلك نيرزبور وإرون شرويدينجر وماكس بلانك وفي الجهات الأخرى توجد النسبة العامة التي ابتكرها العالم آلبرت أنشتاين وحده عزيز المشاهد هاتين النظرياتين كلتا هما تعمل بشكل جيد للغاية في عالميهما فقط ولأبسط لك الأمر أكثر ميكانيك الكام لا تعمل في مكان النسبة العامة وكذلك النسبة العامة لا تعمل في مكان ميكانيك الكام لكنهم يقومون بتنبؤات رائعة جدا ويمكن تحقق منها ولقد استاجوا جميع الاختبارات التي أجريناه عنهم ولكن المشكلة التي لا تزال قائمة منذ أكثر من مئة عام وهي عدم توفق بين هاتين نظريتين فعندما نحاول أن نلائم النسبة العامة في النموذج الميكانيك الكامومي نحصل على اللانهائية التي تشبه النتائج الغير منطقية واللانهائية عادة ما تكون علامة حمراء تشير إلى أن نظريتك معطلة وميكانيك الكام موجودة لأن الميكانيك الكلاسيكية لا معنى لها على المستوى الكومومي فلقد كان الفوض الأعظم للفيزياء وليزال حتى الآن هو توحيد هذين النظريتين في نظرية واحدة تسمى نظرية الكام للجاذبية وكان أينشتاين يعمل على فكرة توحيد هذه حتى أيامه الآخرة وفي الواقع قام مع مساعده ناطان روزين في محاولة إنشاء هذه النظرية الموحدة لجاذبية الكمية ما يسمى الآن بورقة AR لأنشتاين وروزين ولقد طوروا معها نوعا معينا من التقب الدودي ويسمى جسر أنشتاين وروزين والفكرة هي أن تبدأ بزمكان مستوي ثم تضيف شيئا فائق اتقال مثل التقب الأسود الذي ذكرنا في الحلقة السابقة أدعوك لمشاهدتها لتفهمني أكثر عزيز المشاهد والذي يقوم بكسر الزمكان أو شيئا من هذا القابل المهم أن يخلق نوعا من التقب في نسيج الزمكان وبسبب التفرد النظري الذي سيحدث في مركزه وهي نقطة من كتافة الكتلة اللانهائية وهكذا تحصل على نوع من التركيب الأنبوبي والذي ينتهي عند التفرد والآن إذا كان لديك نفس الهيكل في مكان آخر في الفضاء فيمكنك تخيل هذين الأنبوبين المتصرين بحيث لا يكون لديك تفرد بعد الآن ولكن بالأحرى الأنبوب يربط أحد الزمكان بالزمكان الآخر وهذا بكل بساطة عزيز المشاهد هو التقب الدولي إنه مثل جسر من جسئين من زمكان إلى جسئين آخر وقبل نشر هذه الورقة مباشرة قام أيشتين وروزن ومتعاون آخر بإسم بوريس بودورسكي بنص ورقة أخرى تعرف بإسم APR والتي جادلوا فيها بأن ميكانيكا الكام غير مكتملة وقلنا لهم لماذا؟ وقالوا لنا السبب والتشابك الكومومي فهذا الموضوع بالضبط عزيز المشاهد لقد خصصنا له حلقة من أرواح الحلقات التي نشرناها في القناة سوف تجدها في الوصف لنكبيل وسنقوم بشرحه بطريقة ملخصة لكي لا نجعل حلقة طويلة المهم فهذه الظاهرة يمكن من خلالها إنشاء زوج من الجسيمات بطريقة تجعل حالتها الكومومية مرتبطة ببعضها البعض بحيث أن قياس عملية دوران جسم واحد تحدد على الفون دوران جوزها المتشابك الآخر وبعبارة أخرى إذا كان الأول يضر للأعلى فالتاني سيضر للأسفل بغض النظر عن المسافة الموجودة بينهما ولذلك جدلت ورقة APR بأن هذا غير ممكن لأنه سيتطلب نقل المعلومات على الفون أي عسرة من سرعة الضوء وهذا مما يكسر السببية وفي عام 1997 أظهر الفيزياء إخوان مرضى صينة أن النظام الذي يشمل على مجموعتين من الجسيمات المتشابكة كان مكافئة رياضية لتقبين أسودين متصلين عبر تقب دودي وفي عام 2013 اقترح أخوان مرضى صينة مع الفيزياء ليوناردو سوسكينغ أن AR تساوي APR واقترح بشكل أساسي أن فيزياء التقب دودي كما وصفتها ورقة AR كانت مكافئة لفيزياء التشابك كما هو موضح في ورقة APR وبمعنى آخر هو أن الجسيمات المتشابكة متصلة عبر تقب دودي لذلك من خلال إنشاء تكوين الجسيمات المتشابكة فإننا أيضا نخلق شيئا مكافئا للتقب دودي فهذا هو أساس الإدعاء الوارد في الورقة البحثية الآخرة حول كيفية إنشاء تقب دودي في المختبر باستخدام الكمبيوتر الكومومي والآن بدأنا نفهم عزيز المشاهد ماذا فعل العلماء بالضبط في تلك التجربة فأجهزة الكمبيوتر الكومومية تعمل بفضل التشابك وهذا هو الرابط بينها وبين التقب الدودي فهذا لا يعني أن المؤلفين أنشأوا تقب دوديا ماديا في الزمكة ولكن بذل من ذلك باستخدام الكمبيوتر الكومومي التعامل مع الجسيمات المتشابكة الكومومية في الزمكة كأنما يتعاملون مع التقب الدوديا لأنها تحكي بعضها البحث في السلوك والجسيمات المتشابكة والثقب الدوديا يمكن وصفها بأنها متكافئة رياديا لنلقي نظرة على كيفية إجراء هذه التجربة بالفعل ويفقا للنسبة العامة عندما يتم إدخال أي شيء له كتلة أو طاقة في تقب دودي فإن تأثير الجاذبية يغلقه على الفور ومن أجل إبقاء تقب دودي مفتوح وقابل لاستياجه هناك حاجة إلى شكل من أشكال الطاقة السلبية أو الكتلة السالبة لتوفير نوع من القوة ضد الإنهيار التقالي للتقب الدودي لإبقائه مفتوحا وحسب النسبة العامة عزيز المشاهد فالطاقة السلبية أو الكتلة السالبة لا يعتبر ممكن فيزيائيا ولكن هذا ليس هو الحال في النظام من الكمبيوتر ويمكن محاكاة الطاقة السلبية في النظام من خلال معالجة المجال الكهربائي لتغيير اتجاه الظوارة للكيوبيتات لذلك تقريبا يمكن للحق الكهرباء المنتشر أن يبقي تقب الدودي الكومومي مفتوحا بين الجسيمات المتشابكة ومحاكاة تلك الكتلة السالبة في الفضاء التي ستكون مطلوبة لإبقاء تقب دودي حقيقي مفتوحا حسنا عزيز المشاهد الآن كل ما يحتاجه الفريق هو طريقة لإعداد الجسيمات المتشابكة ومعالجتها فهذا هو المكان بالضبط الذي ستأتي فيه جوجل ويمكن لجهاز الكمبيوتر الكمي الخاص به القيام بهذا النوع من الأشياء على وجه التحديد فالباحث قد أنشأوا حالة تشابك بين جانبين من النظام الكمي باستخدام 7 كيوبيتات والكيوبات هي وحدة معلومات أساسية من أجهزة الكمبيوتر الكومومية تماما مثل البت الموجودة في الكمبيوتر الكلاسيكية والفرق هو أنه على العكس البت التقليدي التي يتكون من 1 أو 0 أي تشغيل أو إيقاف فالبتع الكمي يمكن تشغيله بين أي حالة إنه واحد وصفر في ناس الوقت أي تركه بين الاثنين وهنا عزيزي المشاهد أدعوك لمشاهدة حلقة ازدواجية الموجودة والجسيم الموجودة في القناة والتي شرحنا فيها هذا بالتفصيل لنكمي المهم قامت 7 كيوبات بمحاكة تقب دودي يتكون من 7 أزواج من الجسيمات عملت مجموعة من الجسيمات كمدخل للتقب الدودي والمجموعة المتشابكة الأخرى كانت بمثابة مخرج للتقب الدودي وتم استخدام 2 من الكيوبات الأكثر تشابكا في هذه التجربة وبذلك يصل المجموعة إلى 9 فأحد هذه الكيوبات الأول يسمى مصبر والتاني يسمى مرجع وتم تبديل المصبر بجسيم يقع عند مدخل تقب الدودي ثم سرعانا ما تشبكت الحالات المحتملة لهذا المصبر مع حالة الجسيمات الأخرى عند المدخل مما أدى إلى نشر أو تناثر معلوماته فيما بينها الأمر أشبه مثل قطرة حبر في المه فهذا مشابه تماما لجسيم يدخل في فم التقب الدودي رائع أليس كذلك؟ وبعد ذلك قام المجربون بمحاكة نبضة طاقة السلبية اللازمة لإبقاء التقب الدودي مفتوحا بحيث يمكن ذفع المعلومات أو جسيمات خلاله فلقد فعلوا ذلك عن طريق تدوي اتجاهات الضورة للكيوبات عن طريق تغيير المجال الكهربائي ومع استمرار تطور التقب الدودي تم نقل المعلومات المختلطة من المصبر إلى مخرج الثقب الدودي المكون من الجسيمات السبعة على الجانب الآخر وهذا مشابه لعودة قطرة الحبر المخفوقة في الماء إلى قطرة وقد أكد الباحثون أنه قد تم نقل المعلومات من مصبر كيوبات عندما ادخل إلى جسيم عند المخرج عن طريق قياس مقدار التشابك بين الكيوبات المرجعي والجسيم عند المخرج لذلك أكيد أن المعلومات قد تم نقلها بالفير عبر آلية مشابهة لفيزياء التقب الدودي القابلة للعبور والمفاجأة لا تكمل في أن الرسالة قد عبرت بشكل الماء ولكنها جعلتها غير مشفرة وفي تشبيه الحبر الذي ذكرنا كانت قطرة الحبر مبعترة ولكنها أصبحت غير مبعترة بعد ذلك وتشير محاكات هذا أن التقب الدودي يمكن استياجه إذن هل هذا يعني أننا قد نكون قادرين يوما ما على استياج التقب الدودي حقيقي في الزمكة للصفر على الفور من مكان بعيد إلى آخر فلا تزال التقب الدودي حتى يومنا هذا مجرد خيال ولكن حسب رأي عزيز المشاهد أود أن أقول لك أننا لا يمكن أن نتصور ماذا يمكن أن يحدث في السنوات القليل القادمة فإذا عدت إلى الوراء ونظرت إلى مدى التطور الذي أحرزناه سيبدو لك أن هذا مثل المحززة والتشابك الكمي والثقب الدودي ومتكافئة الرياضيا فإذا قمنا بتوحيد ميكانيك الكم والنسبية العامة ربما نستطيع تحقيق ذلك فهذه الأفكار تبدو مجنونة عزيز المشاهد وأعتقد أنه من الجيد أن يكون لدى الناس أفكار مجنونة لأنها تكون في بعض الأحيان على حق وهنا أود أن أقول لك أننا وصلنا إلى النهاية فإذا كنت غير مشارك اشارك وفعل زر التنبيه ليصلك إشعار فور رفع أي حلقة وأن تشاركنا رأيك في التعليق لكي نتعرف عليك مع السلامة